ضعنا في الأمر إلى أي درجة التصويت في الخارج يؤثر على النتيجة الإجمالية ثقة للأمر في داخل التركي وكيف يتم تداول الأمر بين أروقة أساس الأطراك علي نعم بالفعل الانتخابات في الخارج وأصوات الخارج كان لها تأثير واضح خلال الجولة الأولى الجميع في الساعات الأخيرة من انتظار النتيجة النهائية إن كان أحد الأطراف سوف يحسم الانتخابات من الجولة الأولى كان الجميع ينتظر نتائج الخارج هناك ما يقارب مليون وثمانمائة ألف صوت أو أكثر هم الذين قدموا أصواتهم في الخارج خلال الجولة الأولى من أصل ثلاث ملايين ونصف مليون تقريبا ناخب يحق لهم التصويت في ثلاثة وسبعين دولة في خارج تركيا هؤلاء كان لهم ثق الحقيقي في الجولة الأولى وذلك بسبب النسبة المتقاربة التي كان من الممكن أن تؤمن الفوز لأحد الفريقين من الجولة الأولى ثلاثة وخمسين بالمئة فقط من أصوات الخارج هي من قامت بالتصويت هذه الجولة تعتبر هذه النسبة بحسب لجنة الانتخابات العليا هي النسبة الأكبر مشاركة من الخارج خلال العشر سنوات الماضية ولكن الجميع الآن يحاول أن يستقطب المزيد من الأصوات في الخارج لما أدرك من أهمية هذا الثقل الصوتي والانتخابي في العملية الانتخابية كمالك لجدار أوغلو كان قد قال لمن هم في الخارج بأن هناك أمانة وهناك دين للوطن بأعناقكم عليكم جميعا أن تسدوا هذا الدين في الانتخابات القادمة وأن الانتخابات القادمة سوف ترسم وجه تركيا خلال الحقبة القادمة بينما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأننا يجب أن لا نطمئن للانتصار الذي حققناه في الجولة الأولى ويجب أن نعمل ليل نهار من أجل أن نحقق الفوز المضمون في الجولة الثانية إذن هناك محاولة حقيقية لإستقطاب الأصوات في الخارج طب علي الورايقة المتعلقة بسنان أوغان وأنا أعلم أنه التقى منذ البارحة مع الطرفين يعني مع طرف أردوغان وطرف المعارضة أو كمالك لجدار أوغلو ما الذي أصفرت عنه تلك اللقاءات علي يعني في الحقيقة سنان أوغان حتى الآن لم يصدر تصريح يوضح موقفه إلى أي الطرفين سوف يعني يوجه أصواته أو سوف يوجه ناخبيه خلال الجولة الثانية وقالوا بأن خلال الأيام القليلة القادمة سوف يعلن عن ذلك وربما يكون في ساعات قليلة قادمة لكن المؤشرات التي ترافقت مع هذا السيناريو وكأنها تشير بأنها سوف تذهب بأصواته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأنه يوم أمس حقيقة كان هناك لقاء مرتقب ما بينه وبين كمالك لجدار أوغلو عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلا أنه لم يحضر ذلك اللقاء بل حضره حليفه أميت أوزداغ رئيس حزب الظفر وكانت المشاورات قد جرت ما بين كمالك لجدار أوغلو وأميت أوزداغ أما سينان أوغان فذهب للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذات اليوم في قصر باتشلة إذن ولم تتمخى التصريحات عن هذا الأمر بينما قال أميت أوزداغ بأنه سوف يبحث مع سينان أوغان مخلصات اللقاءين وبعدها سوف يقرر الحزب إلى أي الطرفين سوف تميل كفته لكن أميت أوزداغ نفسه كان قد صرح مساء أمس بأنه فيما لو استلم كمالك لجدار أوغلو الحكم فإن هذا الأمر سوف يكون صعب عليه لأن البرلمان خارج يديه وكان أيضا هناك تصريحات سابقة لسينان أوغان بأنه قال لن نضع بلدنا في محنة وكذلك كان قد أبدأ إعجابه بسياسة أردوغان ولكنه عاب عليه عدم مشاورته للأطراف الأخرى خلال اتخاذه للقرارات إذن هذه التصريحات ربما تنمي على أي الطرفين سوف يذهب سينان أوغان ولكن حتى الآن لا يوجد شيء دقيق ولا يوجد تصريح رسمي من سينان أوغان إلى أين سوف يذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر